إذن مشاهدين الكرام نناقش فبراير من الثورة إلى الدولة وجد الترحب بك أستاذ عبدالغني ونحن نتحدث عن ثورة فبراير التي أرادت لليمن واليمنين الوصول إلى الدولة كيف يمكن الحديث بشكل إجمالي عن غاية الثورات بمجملها هي الدولة؟ نعم هو بطبيعة الحال كل ثورة لابد أن تنتهي لبناء الدولة هذا حتى ما يقرره الفلاسفة وعلماء السياسة لأجيب على هذا السؤال سأضع تساؤل بسيطة وأقول لماذا لا تقوم ثورة مثلا في ألمانيا في فرنسا في أمريكا الآن لأن الدولة موجودة بسماتها الأصلية بخصائصها النظام السياسي يقوم بواجباته نحو المواطنين تقوم الثورات عندما لا يستطيع النظام السياسي أن يقوم بواجباته نحو المواطنين وعندما يصل المشهد السياسي إلى الإنسداد هذا من جهة من جهة ثانية عندما تنهار خصائص الدولة وسماتها على سبيل المثال الدولة من سماتها الأصلية أنها تمارس السيادة وهي سيادة مطلقة لا مقيدة وكان توماس هوبس يقول الدولة النين وحش عملاق لا يستطيع أحد أن يقف أمامها عندما يحصل وهذا حصل في اليمن عندما يحصل أن هذه الدولة لا تستطيع أن تمارس السيادة فإن هناك مشكلة في هذه الدولة الأمر الثاني من سمات الدولة مثلا أنها تستخدم أو أنها الوحيدة التي تستخدم العنف المشروع وأنه لا أحد ينازحها في هذا الأمر فإذا وجد جماعة أو ناس آخرين يمارسوا هذا العنف وينازعون فيها الدولة فإن أحد دعائم الدولة ينهار عندما يكون لدينا شيء اسمه من سمات الدولة مثلا أنه تستطيع أن تحدد من هم المواطنين من هم مواطنيها عندما تنهار هذه السمى من سماتها فإن هذه الدولة تنهار عندئذ المواطنون عندما يشاهدون أن هذا النظام السياسي وصل إلى أفق مسدود وأنه لا يستطيع أن ينتج لا حلول سياسية ولا حلول اقتصادية ولا يستطيع أن يستوعب الناس وعندما يرى أن دولته تفقد خصائصها وسماتها الأساسية فإنه يهب لماذا للثورة يهب لإصلاح هذا الأمر فالثورة غايتها أن تعيد السمات الأساسية للدولة أن تجعل الدولة لها سيادة أن تجعل مؤسسة الدولة ذات عمومية ومعترف أن تكون قراراتها ملزمة وبالتالي إحنا كنا نعرف أن الدولة كانت تصدر قوانين ولا تنفذ وبالتالي فهذه كانت من أعمدة الدولة أو سماتها الأساسية التي كانت تنهار إذن الثورة جاءت لتعيد الدولة إلى نصابها وإلى أعمالها وإلى سماتها وعادت أيضا لتعاقب هذا النظام الذي لم يكن بواجباته نحوها نعم هذا بخصى طيب كيف يمكن أن تعيد الثورات هذه السمات التي ربما تخلقلت ولسنوات طويلة يعني مثلا اليمن وهي مثالا الأهم 33 سنة طمست ربما سمات الدولة التي تحدثت عنها وكرسة مفاهيم أخرى يعني لا تمثل الدولة بسرعة كيف يمكن إعادة هذه السمات من خلال الثورات المسألة بسيطة جدا الدولة تأتي لبناء المؤسسات من جديد نعم عندما نبني المؤسسات بطريقة واضحة فإننا نبني الدولة لأن المؤسسات هي المعبرة عن الدولة المؤسسات يعني مؤسسات الدولة هي التي تنتج لنا في الأخير دولة ناجحة عندما يكون لديك جيش محترف قضاء عادل مجالس نيابية محترمة عندما يكون لك جهاز حكومي ويحاسبه الشعب يقوم بما يجب أن يقوم فإننا نصل إلى هذه الدولة لا يجب أن نستغرق في فكرة ما هي كأن الدولة هذه شيء هلامي غير موجود لا ببساطة شديدة عشر ما يتعبون إيش الناس نذهب إلى بناء المؤسسات عندما ننتج مؤسساتنا النزيهة والشفافة والعادلة والقوية فإننا في الأخير نكون قد أنجزنا الدولة نعم طيب أستاذ عبدالغني هناك نقطة مهمة نعم يجب أن يترافق هذا الأمر مع بناء فلسفة للدولة والشعب وهذه مسألة مهمة وعي أيضا كل مجتمع لا يوجد فيه فلسفة واضحة يصبح أرضا للخداعة طيب يعني الدولة كلافية عليا لثورات وثوار في فبراير حضور مبكر ربما لفكرة الدولة في أوساط الشباب هل يمكن أن نعيده لنضج سياسي مبكر؟ صحيح لكن أيضا الناس البسطة كانوا دائما يقولوا في الشارع ما فيش عندنا دولة ما فيش دولة حتى يعني أنها كانت أشبه بالنكتة الشعب يريد إسقاط النظام ويضحكون يعني هل كان هناك نظام أسوأ؟ الناس البسطة كانوا عندما يقولوا ما فيش دولة هم كانوا يريدون أن يقولوا ليس هناك قانون وهذه أحد السمات الأساسية للدولة أنها تحكم بقانون ودستور فإذا لم يوجد السور ولا يوجد قانون فنحن أصبحنا في سياق آخر نحن كان لدينا نظام لكنه ليس نظاما عقلانيا يعني لأنه ببساطة لا يستند على أي سند قانوني أو دستوري نحن كان عندنا شخص ومجموعة من الأشخاص يحكمون هذه الأرض وهذه يعني لا علاقة لها لا بالنظام ولا بالقانون هذا موضوع آخر نعم هناك من يطرح السيد عبدالغني مشروع الدولة لم يتمكن من الوصول إلى مشروع الثورة عفوا لم يتمكن من الوصول إلى الدولة رغم وصول قوة كبيرة من الثورة إلى الدولة ولكن يعني الحلم لم يتحقق لماذا؟ لا لا الإجابة على هذا السؤال مبكر يعني اسأليني هذا السؤال بعد عشرين عاما وبساطة هذا أقل يعني لأنه في ناس يقولوا أن الثورة فشلت وهذا يعني أمر مضحك للغاية الثورة نجحت الآن نحن في مسار انتقالي عملية انتقالية هذه العملية الانتقالية شابهة تعثر يعني هل أسباب هذا التعثر أنه يعني يقال أن التحول الديمقراطي هو مرحلة انتقالية ما بين نظام سياسي غير ديمقراطي إلى نظام آخر وهنا تشبه الصعوبة وهنا تحصل الثورات المضادة ويحصل التعثرات وتحصل الأمور هذه كلها وتستمر في دول أنجزة التحول الديمقراطي في خمس سنوات وفي دول عشر سنوات وفي دول عشرين سنة يعني الفرنسيين لم يصلوا إلى نتائج ثورتهم لبعد سبعين عاما مثلا يعني نحن لا نقول أن نحن معتاج إلى سبعين عاما ولكن أقول أن المسألة ليست بهذه البساطة لأنه لازم نعرف أنه من المهم أن ندرك أن عملية المسار عملية التحول الديمقراطي لها أبواب لها مداخل وغالبا وغالبا ما تحدث مشكلات بين قوى الثورة وبين قوى الثورة والقوى المضادة دائما هذه دائما تحصل لكن البلاد التي تستطيع أن تجتاز هذه المسألة يعني أنا نستطيع اجتيازها خاصة أنت تحدثني عن رقم كبير من السنوات يعني نحن الآن هناك تراكم معرفي العالم أصبح أشبه بقرية صغيرة يعني إيقاع العصر لم يعد يحتمل كل هذه السنوات وأنا قلت لك أنه إحنا لا نقول سبعين عاما ولا خمسين واربعين لكن بحكم التطور التكنولوجي والمعرفي بحكم اللي حاصل في البلد الحركة السريعة بحكم هذه الأشياء نحن نقول أننا الآن الآن ننجز بإسقاط الإنقلاب أول مراحل بناء الدولة يعني هذه مسألة في غاية الأهمية لأنه الإنقلاب هو ما هو الإنقلاب وعلى فكرة هو إنقلاب إنقلاب لماذا؟ لأنه استند على جزء أو على مكون من مكونات الدولة ألي هو الجزء ألي هو الجيش لأنه حتى البعض يقول لك هذا ما هو إنقلاب لأن الميليشيا جاءت وصلا هذا أوكي إذا كانت الميليشيات هي التي قامت بالأمر منفردة يعني لكن وهي مستندة على شريك فاعل من داخل النظام فهذا الأمر يعد إنقلابا السيد عبد الرغمي هناك من يتفائل بمرحلة يعني مرحلة الحمدي سنة ونصف استطعت أن تنقل يعني الحياة إلى فعلا إلى مرحلة الدولة وكانت في بداية بنائها يعني لنقول الحمدي أيضا جاء بعد سنوات من الفقر والظلم والقهر والكبت ربما أسوأ يعني مما كنا نمر بيعني الآن العالم كما قلت لك منفتاح العالم يستطيع يعني اليمنيون أصبحوا أكثر إدراكا أكثر معرفة أكثر وعي بالذي يعني وقدرة على صناعة التحولات ومنجزات حقيقية لكن يعني هناك من يقول وجدت الإرادة السياسية في تلك الفترة إذا ما وجدت إرادة سياسية حقيقة قد يعني تصنع المنجزات في سنوات وقت صحيح صحيح يعني هذا لا يخالف كلامي إطلاقا إحنا عندما تصل عندما يصل الناس الذين يؤمنون بمشروع الدولة وهم غالبا الذين يؤمنون بمشروع الثورة فإنهم سيصنعون الفارق هذا حصل في كل مكان دعيني أقول لك على حاجة الدول الدول تنجز أيضا بواسطة الأشخاص الذين يستطيعون أن يقيموا القانون أن ينفذوا القانون أن يؤمنوا بعظمة هذا البلد يعني مرة أنا قرأت كتاب عن جواهر نهرو كان اسم الكتاب جواهر نهرو اختراع الهند يعني كانوا اختراع عندما واحد يطلع على التقدم الذي حصل في سنغفورة في ماليزيا وجدوا أشخاص يعني تعرفي سنغفورة هذه كانت ميناء صغير للصيد والقمارة نعم كثير كثير من الدول التي كانت هناك خمسة أشخاص آمنوا أن هذا البلد يمكن أن يحصل على شيء يعني في نهاية العمل هناك يقول أنه لا توجد بلدان فقيرة وإنما يعني لا اليمن دولة غنية نعم بالقادات السياسية أستاذ عبدالغني يعني كيف يمكن لنا الفصل الدقيق بين السلطة والدولة كإشكالية يامنية عربية إن صح لي القول خاصة والأستاذ غندا يعني طرح في سياقه يعني أن هنا كان إشكالية حقيقة في مسألة سلطة الفرد يعني وجودة أيضا على رأس الدولة بهذه يعني العنفوية وكأن الدولة لا بد أن تكون هي من أجل الفرد للعكس صحيح هو بطبيعة الحال أود أن أعقب على بعض الأشياء لكن سأبدأ بالسؤال حتى نستفيد من الوقت أولا السلطة في المخيال الشعبي العادي الناس ينظروا إلى السلطة على أنها نظام الحكم أو جهاز الحكم هذا غير صحيح السلطة هي أداة يعني السلطة هي شكل من أشكال القوة فإذا كانت القوة تأتي أو تتحقق من خلال التأثير أو القدرة على التأثير على سلوك الآخرين فإن السلطة هي الحق في أن تفعل ذلك إذن معنى السلطة ببساطة كما يقول علماء السياسة أنها استخدام الحكومة للقوة بصورة مشروعة وليست النظام الحكم أو الحكومة الحكومة هي التي نعتقد أنها السلطة لا هي الحكومة وعندما أقول الحكومة بمعنى أنها تبدأ من أول من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول يعني من رئيس الدولة إلى النظام الرئاسي أو رئيس الوزراء إذا كان النظام برلماني فبالتالي يصبح السؤال ما هو الفصل الدقيق بين الحكومة وبين الدولة الحكومة هي جزء من الدولة إذن ما هي الدولة؟ الدولة هي اتحاد يشمل جميع المؤسسات التي تكون المجال العام والحكومة جزء من هذه المؤسسات هذه واحدة الثانية أن الدولة مستمرة يعني لا أحد يعمل دولة كل خمس سنين كل أربع سنين بينما الحكومة مؤقتة ومتغيرة تذهب وتأتي الشيء الثالث أنه قد يوجد دولة يعني إذا وجدت الدولة لا بد أن يكون هناك حكومة هذا أمر مفروق مننا شرط أساسي لكن إذا كان هناك حكومة لا يشترط أن يكون هناك دولة يعني الدولة هي الثابت المتغير هو الحكومة أو السلطة يعني كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ العلاقة بينهم العلاقة بينهم عشان تعرفي أنه الحكومة هي عقل الدولة نعم يعني هي الفكرة يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر أو يعني أو نوضحها أكثر حتى يتم مثلا معارضة السلطة مع الاتفاق على الدولة خلينا نعتبرها السلطة يعني الحكومة الحكومة نعم ولكن أسمع إجابتك وسنعط الغني بعد الفاصل وأعودي لك فاصل قصير مشاهد الكرام وأعودي لك أهلا بكم مشاهدين الكرام مرحبا بك كاميرا أخرى السلطة طبعا اتفقنا في الفاصل أن نسميها الحكومة لأن السلطة هي أداة من أدوات الحكومة ويفترض أن تستخدمها كسلطة مشروعة إذن نوضح هذه النقطة أكثر السلطة كما يعرف علماء السياسة السلطة هي القوة التي تستخدمها الحكومة بصورة مشروعة فيجب أن تكون القوة هذه مشروعة بمعنى لها شرعية لها سند من القانون وسند من الأخلاق وهي مشروعة إذا تجاوزت الحكومة في استخدام السلطة نصبح الآن أمام شيء آخر اسمها السلطوية وعند إذن يحق للناس أنها تعارض هذه الإجراءات سواء من خلال مظاهرات أو من خلال انتخابات أو من خلال ثورات إذن سيدة عبدالغني كنت أود التعقيم على بعض النقاط التي طرحها الأستاذ غمدان كنت أريد أن أقول أنه أنا أتفق معه في جل ما ذكره مهم أننا نتكلم عن المؤسسات أنا أذكر أنني كتبت الدراسة طويلة جدا عن كيف بناء الدولة الفرص والخبرات وذكرت أن الأشياء المهمة أننا نعتمد على المؤسسات لكن أحب أن أقول أن مجلس شباب الثورة كان دائما يحذر من وجود السلح وعملنا كمؤتمرات صحفية عملنا بيانات وكان هناك صوت معارضة لوجود الحسين نحن كنا الأكثر وضوحا وكنا نقول أن منازعة الدولة في هذا الموضوع مسألة في غاية الخطورة لك أن تعلم أن علماء سياسة عندما جاءوا وعرفوا الدولة في البداية قالوا هي جهاز يحتكر القوة هذا تعريف الدولة وهذا هو الوصل فإذا تم إشراك أخرى نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه في النهاية من التلاب وغيرنا يعني لو كان سحب السلاح في لحظاتها أو شطرت عليهم في الدخول في مؤتمر الحوار ربما ما وصلنا إلى كنا أيضا في المجلس نؤكد على نقطة مهمة أحد مبادئنا وهو أول مبدأ الجمهورية لأننا ندرك أن اليمن لا يمكن أن تنعم بالخير أو بالأمان أو بالاستقرار في إنعدام الجمهورية نحن لا يوجد عندنا ناس معينين ممكن أن نأتيون ونقولها أبناء الآلهة أبناء الآلهة نقرضوا مع الآلهة طيب ما مدى تجاوب السلطة آنذاك والجهات التي كنتم تزرون لها بياناتكم وربضكم يعني البعض كان يستبعد هذا الخيار بعض من كانوا في الحكومة كانوا يقولون أن الأمور كلها تحت السيطرة كانوا مساذجين جدا إن لم نكن أغبية طيب برأيك ماذا عن غياب التفكير المؤسسي داخل مؤسسات الدولة وإشكالية؟ ربما يكونوا متواطئين أنا شعر في ذلك ماذا كنت يا سؤال؟ أنت واقف عند النقطة السابقة هي بالتفكير المؤسسي داخل مؤسسات الدولة والإشكالية التي دور حولها بطبيعة الحال عشان ليس لدينا إرث كبير في المؤسساتية في الدولة الدولة هي عبارة عن ماذا؟ هي اتحاد يشمل مؤسسات وتنتظم وفق قانون وفق صلاحيات محددة لكل مؤسسة وهي مؤسسات على فكرة مؤسسة دائمة بمعنى إحنا مش أن نقدر نعمل جيش كل أربع سنين نقول للروح ننفعل جيش ثاني يتغير شرطة مش عارفهش القطار يمشي لا هي مؤسسة دائمة لكن هذه المؤسسات هي اللي بتسير الدولة الذي حصل أنه دائما في أشخاص تأتي لهم فرص يعني في غيبة الشعب في عدم وعي عدم فه يأتي شخص يقول أنا الدولة والدولة أنا مثل الويسة الرابع عشر بس الويسة الرابع عشر على فكرة عمل دولة عظيمة لكن هؤلاء لا لا قلدوا الويسة الرابع عشر ولا حاجة هؤلاء ي eensوا يقولون نحن الدولة نحن المؤسسات يعني أنت تعرفين أنه يعني كان مثلاً علي عبد الله صالح كان ورئيس المجلس القضالة العلاء ورئيس القوات المسلحة ورئيس الجمهورية ورئيس الأحزاب ورئيس رئيس التحاد كرة القدم مثلاً يعني أقصد أنه المسائل بهذا الشكل كانت تجري يعني حتى فريقنا مثلا لو فاز في مبارا وهذا يحدث نادرا منتخبنا الوطني كرة القدم كان يقولون أنه علي عطل الصالح عبدالغني سيد عبدالغني ونحن نتحدث أيضا عن هذه المؤسسات التي ربما أو التفكير المؤسسي كان معدوم يعني لأسف الشريع طبعا هذه من سمات الدول الفاشلة دول الفاشلة لا يوجد فيها مؤسسات فأنا أقول لك على حاجة لو أني في شخص دعا مثلا في الولايات المتحدة أو في ألمانيا أو فرنسا الجماهير للخروج لإسقاط النظام سيخرج لي ممكن عشرين ثلاثين شخص يعانون مثلا من يعني مرض معاوي أو مشكلة نفسية أو شي لكن لي أن يخرجوا الناس لأن الناس مستوعبين ضمن المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة يعني فلن يخرجوا الناس الناس تخرج عندما لا يكون لديك مؤسسات ببساطة شديدة ماذا يفعل الدكتاتور الغبي هذا؟ الدكتاتور هذا يحرمنا من المؤسسات يعتقد أنه الآن يحصل على كل المزايا وهو الشخص الجيد ويحصل على كل شيء في لحظة من اللحظات الشعب لا يوجد مؤسسات تستوعبه فيخرج إلى الشارع ويسقطه ببساطة شديدة فالدكتاتور هو غبي أحمق الدكتاتور هو أحمق شخص أحمق يعني لأنه ربما تفكيره دائر فقط حول نفسه يعني أيوة لا يوجد أكثر منها لأنه لا يوجد مؤسسات تستوعب الناس فبالتالي الناس تواجه الدكتاتور في النهاية أستاذ عبدالغني لو ردنا أن نتحدث عن هذه العراقيل ربما نتحدثنا نحن داخليا ولكن خارجيا التنسيقات مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي هذه الدائرة التي كان لابد أن ربما تقف مع ثوراته ولكنها في كثير من اللحظات خذلتها صحيح لأنه في تواطئ يعني في المجتمع الغربي مثلا المجتمع المدني مثلا الغربي هو مع الثورات من المؤكد لكن المجتمع السياسي يخاف أن الشعوب العربية تمتلك قرارها عنده مشكلة يعني هو يريد شخص موثوق منه يعني يمر المصالح عبره عندنا مشكلة هل نستطيع أن نبني مسارا ديمقراطيا وتحولا ديمقراطيا ناجحا ولدينا إقليم يرفض ذلك هذه مشكلة طبعا الدراسات بتقول أنه يصعب علينا أن ننجح في هذا المسار ولدينا إقليم يرفض خاصة عندنا مشكلة داخلي عموما دول التحالفنا دائما أشبهها بالحزاب لقاء المشترك يعني نفس المشكلة يعني اللقاء المشترك وكان مشترك فعلا مشترك على أكثر من جهة يعني وله أكثر من رأس وبالتالي هذه مشكلة يعني كبيرة لكن على كل حال مسار الدولة في اليمن لا بد أن يمضي هذه مصلحة الإقليم ومصلحة العالم ما لم فإن العالم سيدفع ثمن مضاعف وهذا الإقليم سيدفع ثمن أكبر لأنه الآن إذا فشل هذا المسار فإن المشروع الإيراني ومشروع الجماعات الإرهابية في اليمن سيتطور إيران الآن تريد بلد يحترق تريد أكثر من بلد يحترق حتى تستطيع أن تفرق حتى تحمي نفسها من الولايات المتحدة الأمريكية هكذا فعلوا في العراق أحرقوا العراق من أجل أن الأمريكيين يهتموا بالعراق ويتركوها وهي اليوم أمام هذا ترمب المجنون مستعدين أنهم يحرقوا أكثر من بلد واليمن على قائمة هذه الدول التي يفكرون في إحراقها فهل يدرك الإقليم وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات هذا المعنى أم أنهم سيأخذون الأمور ببساطة كالعقلية العربية يعني أن الأمور بسيطة يعني بعد عاصفة الحزم وما تلاها من عمليات تتوقع أنه لم تأتي إلا بعد إدراك لما يحيط بها ممكن لكن أنا دائما العقلية العربية عقلية يعني تمل بسرعة وتتخذ قرارات متسرعة أحيانا وليس لديها النفس الطويل ولا تدرك تعقيدات المشهد يعني تخيلي هم يريدون انتصار وفق مقياس معين يعني كأننا نبحث عن ملكان أو ملكة جمال أو شيء يعني هم مثلا يريدون أن يتعاملوا مع الجميع دون مثلا حزب فاعل في الساحة لديه جماهيرية كبيرة شئنا مأبيناه وحزب كبير يعني ماذا نفعل يعني مثلا يعني ماذا نصنع يعني هذا الموجود في البلد يعني وبالتالي أنا لا أطلب إقصاء ولا أتمنى إقصاء أي طرف سياسي في النهاية حتى الحوثيين مشكلتنا معهم أنهم يولكون السلاح يعني أماما يتصورونهم أفضل الناس وأن لديهم أشياء من هذا القبيل لا هذه يعني مش مشكلة يعني حتى لو وجدوا في اليمن أشخاص يعبدون مثلا شيء آخر يعني في الأخير نحن لا نريد أن نتدخل في هذه الأشياء لكن من المهم أن أي جماعة لا تملك السلاح لا تملك فرض سيطرتها على أي مكان تحترم القانون تلتزم بأوامر الدولة هذه الأمور يعني مهمة وحاسمة عدا ذلك أن تفكر في شيء أن تحتنق شيء أن تلبس اللبس الذي تريد أن تأكل الأكل هذه الأمور يعني لمشكلة تخصك يعني طبيعي طيب يعني برأيك أستاذ عبدالغن كيف يمكن للشباب أن يكونوا مؤهلين لمشروع الدولة القادمة هم مؤهلين أنا أقول لك بصراحة هم مؤهلين لأنهم يملكون معرفة أكثر يتواصلون مع العالم بشكل أكبر يقرؤون بشكل أكبر يعني لديهم تخصصات في جميع وانفتاح أيضا لديهم انفتاح للآخر ليسوا أدلجين مثل الجيل القديم يؤمنون دائما بأنه نحن جزء من العالم ينقصهم ربما التنظيم أستاذ عبدالغن طبعا التنظيم مهم لأنه التنظيم يغلب التيار ولذلك يعني هذه على الماشي يعني مثلا الجماعة المنظمة تهزم التيارات الكبيرة فهم ينقصهم التنظيم هذه السيئة والشياء أهم الأشياء التي يجب أن تنتج عن فبراير ولن تحصل لها حد الآن وهي مسألة حاسمة أنه وجود تنظيم وعبر عنها بمعنى تنظيم يدخل إلى السياسة من بابه الواسع أرجو أن يكون هذا الأمر هو الذي يبادر إليه الشباب في المستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالغن الموري أمين عن مجلس شباب الثورة كنت معنا في هذه الحلقة المسألة يمني أشكركم أيضا مشاهدين الكرام إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونه في رأيتي لها أمين